اشتركوا في القناة كل سنة وكل عمى وكل جدة وكل خالة وكل بنت كل سنة وكل ستات مصر بخير كل سنة وكل أمهاتنا بخير النهاردة لما جينا نحط عنوان الحلقة بتاعتنا أو موضوع الحلقة بتاعتنا قلنا هنتكلم على حاجة تفيد المرأة جينا نتكلم وقلنا هنختار الصحة الدوائية ولا نتكلم على الصحة النفسية ولا 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 في الآخر يسينا في حاجة أن احنا اختارنا نوع من عنها الصحة هو حجر الأساس أو الكورنر اللي بيربط كل الصحات ببعضها اختارنا أن احنا نتكلم النهاردة عن الصحة الرياضية وعلاقتها بالمرأة وعلشان كده يسعدنا ويسعدكم النهاردة يكون ضيفنا وضيفكم الكابتن شاماء أحمد جيربر مدرب لاقا بدناء وزومبا أهلا وسهلا كابتن شاماء أهلا محادثة كابتن شاماء بس خليني كابتن شاماء مدرب لاقا بدناء وزومبا يعني إيه بقى زومبا دي هي الزومبا دي نوع من أنواع رياضة رياضة قوية كمان بس هي كارديو يعني هواية رياضة هواية هي كلاس بتتعامل كلاس بتبقى ميكس ما بين الايروبيكس وما بين رقصات كده زي الصلصة والهيب هوب ومارينجي وحاجات كتيرة دي حاجات الزومبا دي موجودة من زمان ولا دخل مصر جديد لا بقالها فترة بس هي دلوقتي يعني اشتهرت أكتر اشتهرت أكتر آه متهالي الإقبال عليها من الجانب النسائي كبير أكبر طبعا فيه كمان ولاد كتيرة بتحبها وبيشتغلوها بس الجانب النسائي أكتر طيب خلينا قبل أن نتدب في موضوعنا النهاردة نذكر السادة للمشاهدين بوسيلة الاتصال اللي بيننا وبينكم وهو رقم الواتساء بتاع البرنامج اللي هو 012-04-87-81-12 012-04-87-81-12 كابتن شاماة بقى عايزين احنا النهاردة عنوان الفقرة بتاعتنا العلاقة بين السحة الرياضية والسحة العامة والمرأة تمام؟ عايزين نهرب بقى كيفة أو ازاي نعمل ربط ما بين السحة الرياضية والسحة والمرأة أو أهمية السحة الرياضية بالمرأة طبعا هي السحة الرياضية أهميتها بالمرأة يعني هي مهمة جدا لي كمان مش للمرأة في سن صغير بس سن صغير وسن كبير متزوجة أو بنت الاسم مش متزوجة تمام هي مرتبطة أولاً بأول حاجة أن الست في فكرها تبقى معظم الستات فكرها أن هي تلعب رياضة عشان تخس بس تمام بس يعني تجمل شكلها وخلاص لكن هي ما تعرفش أن الرياضة أهم من هي تفقد وزنها أن هي تعمل حاجة كده لصحتها زي ريفرش لصحتها تقدر تكامل بأكيد يعني تعلي من اللياقة البدنية بتاعتها تقوي عدلة القلب تنشط الدورة الدموية تحسن مزاج الست تحسن النفسية تمام معلش يا كابتن شامل حريك بقى لك قد إيه في مجال تدريب اللياقة البدنية للمرأة حوالي للوقتي عشر سنين عشر سنين يعني حريك الكلمة التي تقولي ده من خلال التجرب شفتيها حضرتك طبعا بس الحريك قلت له ده خليني بقى أسأل حضرتك إيه اللي علاقة بقى بين الرياضة والحالة النفسية أو المزاجية للمرأة وخاصة أن كلنا عارفين أن الست على مدار الشهر بتمر بظروف معينة طبعا ممكن ده بيقل من الحالة النفسية بتاعتها أو الحالة المزاجية بتاعتها هل الست النهاردة اللي بتمارس الرياضة هل بتمر بنفس الظروف أو الحالة المزاجية غير الست اللي بتمارس الرياضة آه دي أكيد لأن الست أو البنت اللي بتمارس الرياضة هي بتطلع دايماً ضغوطات بواها أول بول يعني مش بتفضل محوشها بمعلاقة صح الست اللي ما بتلعبش رياضة بتفضل مثلاً لو هي ست بيت هي بتقعد تشيلها من البيت والولاد والشغل البيت لو هي بتشتغل فعندها سترس في الشغل ومشاكل شخصية ومشاكل في الشغل لكن البنت بقى أو الست اللي غير كده بتلعب رياضة بجانب الحاجات بتعيطها والمشاكل هي بتطلع سترس بواها كتير جداً بتطلع دغوطات بالرياضة بالمعاملة مع ناس جديدة بتثبيت نفسها في الرياضة بتنشيط الدورة الدموية فبتفكر أحسن وبتكون مزاجها أروأ شوي أنا حاسس إن إمكان أنت أول مرة تطلع في الميديا بهذا الشكل أنا عارفك تطلع في الميديا كتير وفي تلفزيون كتير ولكن دائمك وتنتي بتعملي الحاجة بسرعة مليئة النهاردة عايزة نلقل خبرتك للمشاهدين أوكي معلش المخرج طالب فاصل فأستاذ دينك إحنا فاصل ونرجع تاني فاصل ونواصل أهلا وسهلا بحاجةكم مرة أخرى في الجزء التاني من بردمجنا صحتك صروتك وبنتكلم النهاردة زي ما اتفقنا في الجزء الأولياء وبنتكلم عن السحر رياضية وعلاقتها بالمرأة كنا سألنا الكابتن شامائي عبد الفاصل ما هي علاقة الرياضة البدنية أو علاقة الرياضة العضلية أو علاقة الرياضة اللي بتتلعب في الجيم بالحالة الزهنية والمزاجية للمرأة ونستكمل مع الكابتن شامائي اللي جاي بتفضل فان هي بتحسن المزاج زي ما قلنا أو بتتظبط النفسية تمام إن هي مثلا في بنات كتير أو ستات كتير بيفرحهم موضوع الكلاسيز اللي هي اللعب بالميوزيك تمام لإني بتفرز عندهم هرموني السعادة تمام لإني بتفصل عن حاجات كتيرة بتعملها في حياتها تمام تمام آه تمام خلينا طب هنا أجيه في ذهن سؤال حياتك بتشوف الستات قبل ما يخشوا تمرين الرياضية وبعد ما يخشوا هل بتبقى نفس الحالة المزاجية يعني انت حياتك تشايفهم هم جايين الصبح جايين عاملين إزاي وبعد ما بيخلصوا التمرين بتاعهم بيكون عاملين إزاي طبعا مختلف تماما يعني أنا بشوف ناس في الأول يعني بتبقى جاية لو في الأول خالص لو هي مثلا أول اشتراك لها بيكون بيكون بتشايلة الهموم يعني هو أنا هتمرن هو أنا هعرف أسئلة كتير بقى طب هو أنا أصطنع عملي ما اتمرنت أنا عمري ما مارست الرياضة أنا ما عنديش ليونة دي لو داخلها كلاس مثلا زومبا أو بيلي دانس تمام دي الأسئلة دايما اللي بتوا تسألها عندها توتر دايما تمام زعلانة متضايقة نفسيتها متضايقة بقى الله أعلم من إيه بالزبط بس هي بتبقى جاية عايزة تطلع كل الكلام ده وفيه فعلا إدمان في الرياضة بالنسبة للسيدات آه طبعا آه طبعا بالنسبة للسيدات فيه إدمان لرياضة فيه ناس دلوقتي متقدرش تبطى الرياضة حتى لو هي جسمها مظبوط ومثالي حتى لو نفسيتها برضو كويسة هي خلاص هي تعودت على حاجة متقدرش تبطى لها تمام طب لو إنه فيه ستات بيت بتبقى عندها صعوبة في أن هي تروح الصلاة جيم وتلعب هل إيه يعني هل ممكن تمارس الرياضة في البيت وإيه لي تنصحيه بكل سيدة قاعدة في البيت ما بتمارس الرياضة والله هي هو ده الحاجة الوحيدة اللي دايما بنصح بها الناس آه إن هم يمرسوا الرياضة حتى لو في البيت بأبسط الأشياء يعني لو واحدة بتعرف تعمل تنقط حابلة نقط في البيت لو واحدة بتعرف ترقص وتشغل ميوزيك وترقص نقص ساعة في اليوم حتى دي حاجة تخليها برضو سعيدة وتخليها أحسن صحتها أحسن وشكل جسمها أحسن معلش ممكن أقطع أوكي أنا أعرف المعلومة اللي عندي إنه معظم الستات في مصر بترقص بس مش دي المشكلة مش معظمهم العيجة يعني حيك لو بسيطي في السيدات في أوروبا أو خلينا بلاش نوع أوروبا أوكي في بعض الدول العربية لا القوام أو شكل الجسم مختلف عنهم هنا في مصر هل المضادة فيه جانب براسي؟ هل المضادة فيه طبيعة أكل؟ هل هم عندهم ثقافة مش عندنا؟ هو طبعا جينات تمام أول حاجة ثاني حاجة أنا قلتلك الحلقة دي صعبة لا لا مش صعبة الحاجة قلتلك الحلقة دي صعبة لا هي ثاني حاجة الأكل الأكل لأن إحنا هنا في مصر يعني معظم الستات البيوت مش بيزبطوا أكلهم يعني يزبطوا أكلهم يعني؟ يعني بيأكلوا وبيعملوا كل الأكلات الحلوة الجميلة اللي كلنا بنحبها ستات أو رجالة فهم بيأكلهم بيأخدوش بالهم إن إحنا كل ما بنكبر في السن معدل الحرق عندنا بيقل فهمش بيبقوا أخدين بالهم الحتة دي هم شايفين نفسهم رشاك أو للجواز أو قبيل جواز بعد أول ولادة برضو اللي هم مملوش قوي التاني ولادة بيلاقي نفسهم بمر واحدة تخنو مش كلهم اللي مش محافظ اللي مش محافظ يعني أتكلم على الناس اللي مش محافظة أو اللي مش بتعرف تلعب رياضة أو اللي مش بتمارس رياضة يعني أنا أعرف حد مثلا كان وزنه قبل الجواز 60 كيلو وبعد الجواز بيأوزنه 50 كيلو بعد الخلفة أكيد بتلعب رياضة نعم بالضبط كده لكن لو مش بتلعب رياضة هي هتزيد بطريقة تدريجية في مرة واحدة تلاقي نفسها بتزيد وتعرفش تقل وهي مش عارفة تبطل من هي تضبط أكلها طيب أقولك على حاجة مطاطس بيت الأكيد ده مفتبع معلومة لكل السادة المشاهدين أنا أقولك على الحاجتين بتعملوهم وجربوهم تبطلوا تاكلوا عيش وما تتعشوش تدربوا المطاطس ده كده في خلال شهر وردوا عليهم وأنا مستنيكوا على الوقت سائب تقول له عملته ما تاكلوش عيش وما تتعشوش وتشوفها تخص سائد دي وكله تعزين تاكلوه بعد كده برافو عليك والله مصر فانم أنا جالي جالي سؤال على الوقت سائب دلوقتي بسم الله ما شاء الله ده 400 سؤال في خلال ربع ساعة دول الرياضة المفضلة لكبار السن هل فيه رياضة مفضلة لكبار السن وخلينا نتطفق أن الكبار السن في الغالب بيشتكوا من مرض عضوي هشاشة في العظام ده مشكلة في الرجبة هل فيه رياضة مفضلة كل ست جميلة في السن ممكن تعملها هي طبعا ليهم الرياضة الوحيدة بيحبوها جدا كبار السن المشي لأن المشي ده أسهل حاجة ليه أولا ثانيا مش هتضرهم لف مفصل أو في هشاشة أو في عندهم القلب بتكوير عضل القلب هل ينزلوا يتمشوا واشتروا لأ فيه اختلاف بين المشي فيه ناس كتير بك أنا كل يوم بمشي أنا بنزل السوق بمشي أنا بعمل باخد مشوار أبعايز أشتري حاجة فبمشي المشوار ده فيه مشي يختلف عن المشي المشي ده بتقعب تتفرج عن المحلة ده وتقعب تراح شوية وتروح أنت العصير بتشرب كوبية حصير كده لكن المشي اللي أنا قصدي أقع عليه اللي هو مشي في تراك أو مشي في مشوار في الشارع لكن مشي الدايرت أنا عارفة أنا رايحها من المحطة دي للمحطة دي من غير ما بص حوالي مشي في طريق أنت عارف حقيقة أو حتيلي بحقيقة كمان أنا متهالي للست اللي بتبقى نزلة وفي نيجاتها أنها نزلة تمشي عشان الموضوع جانب برياضي أعتقد أنت أفرق معها طبعا يعني هو الاستعداد من داخلية نفسي أه يعني ممكن هي أي مشوار تعمله هي نزلة تمارس رياضة مش نزلة تعمل حاجة تانية بظفت أعتقد ده ممكن نفسي ممكن يفرق معها طب معلش السؤال وحريك بقى بأنك بقى لك عشر سنين في مجال الرياضة هل الأورنس أو التوعية أو الستات اللي بتجيلك في الكلاسات كتيرة بتلعبها هل في ازدياد ولا بيقل ولا وهل ده مرتبط بوقت معين في السنة هو طبعا دلوقتي الناس بقت فيها عندها تعوعية أكتر للرياضة للجانب الرياضي تمام أكبر فطبعا دلوقتي الناس اللي قبل على الجمات والكلاسيز بيبقى أكتر بكتير العدد أكتر ما شاء الله دلوقتي بقى الموضوع متفتح دلوقتي في ناس كتيرة حتى اللي هم ما يعرفوش الرياضة بقى ينزلوا عشان خاطر صحتهم بالظبط وده اللي بتكلم يعني فيه واحدة ستات كبيرة جدا بتيجي معديها ستين سنة والسبعين سنة بينزلوا جام طب دول بينزلوا أكيد يعني مش عشان يعملوا شيب أو كده بس هم بينزلوا عشان صحتهم عندهم مشاكل صحية كتيرة في ناس بتجيلك فوق ستين سنة بتمرس طبعا مشاكل الله بسم الله مشاكل الله طب معلش احنا جبنا سيرة التغذية فجلسلوا دلوقتي على الوقت سقاب امتى الوقت اللي يفضل فيه بممارسة الرياضة وهل بعد الأكل مضر ولا مش مضر هو أفضل وقت انا بفضل الوقت لو حد ما وروش حاجة الصبح طب لو حد ورا حاجة ممكن في أي وقت بس ما يتكونش بعد الأكل على طول بعد الأكل وشارة ده غلط جدا تلعب رياضة بيحصل لها باقي غفاين كده وتحس ان هي بتحس بإحساس القهي والدوخة الدورة الدمارية كلها بتهبط عندها فما ينفعش أنا ما بنصحش أبدا واحدة تتغذى أو تفتر أو تاكل فأي وقت وتتمرن بعدها لازم بعدها بساعتين أو تلاتة تمام جالي برضا سؤال على الوقت سقاب دلوقتي حد ست حامل في الشهر الرابع بتقول لحضرك هل تمارس الرياضة الدكتور أو الدكتورة اللي متابعة معيها استشارت الدكتورة الدكتورة هتلاها ما فيش أي مشكلة نتلعب رياضة أوك هل فيه تمارين معاناة تعملها آه طبعا هي تتمرن تمارين خفيفة زي المشي زي التمرين اللي هي الفاتنس مش بالأوزان تمام آه تبعد عن الأوزان تتمرن الأوزان اللي هو الأجهزة آه الويتل يعني الويتل اللي هي العالي تمام ممكن تتمرن أنها تبقى فيها مجهود زيادة وصلنا دلوقتي اللي ما أقرب من 700 سؤال لأ أنا مكنش متخنك هتعملي كده في الحالة نوضح لأ أنت في ناس كثيرا ومستنياكي الرياضة المفضلة لمرض السكر حد ست بيقوله حريك أنا مريضة سكر وعندي 53 سنة هل فيه رياضة مفضلة لمرض السكر وبس كابتن شاماء هو حريك بتسألي المتدرب معاك يعني الهيستري بتاعه يعني عن الطريق المرضي بتاعه قبل ما يتدرب معاك صح؟ طبعا لازم أسأله على الهيستري بتاعه علشان أبقى عارفة بتعامل معه ازاي لأني ما ينفعش أي حد يتقولي أروح ممرناه زيه زي زي حد صغير زي حد ما عندهش مشاكل زي حد عنده لازم أشوف طبعا إيه اللي عنده إيه المشاكل اللي بيعاني منها أو بيتعالج منها عشان أقدر أحدده البرنامج بتاع رياض طب لو حد بقى مريد فكر زي السؤال اللي جالي أوكي لو حد مريد سكر أنا بخليه تمرن تمرينات هوائية آآ تمرينات هوائية يعني زي الكلاسيز اللي هي فيها الكارديو الزومبا آآ الايروبيكس آآ تمرينات الهوائية زي العجل زي المشاية آآ و بقوله طبعا أو أقول لها إن هي تتمرن في أوقات ما يكونش فيها سيام سيام آآ بمعيني أني شهر رمضان قرب خلاص من صنع من صنع طيب طيب فعايزة أعرف كل حد عنده سكر ما يتمرنش وهو صايم طب لو حد ما عنده سكر بقى ممكن يتمرن وهو صايم بس برضو الأفضل تمرين هوائية لكن تمرين تقوية زي الأوزام دي بعد يعني بعد الفطار بعد الفطار بس بعد الفطار التفنى بساعتين آآ طبعا يعني هو يفطر ويصلي التراويح أي يوم ويجي لحيك بعد يتجي لك بعد صلاة التراويح تبهم كده؟ طب عزين نقرب بقى لعلاقة وجالي سؤالي علاقة الجسم السليم علاقته بالوزن المثالي آآ الجسم السليم والوزن المثالي أوه أحنا يمكن المعادلة دي قلناها بلكده بس احنا محتاجين نعرفها تاني آآ آآ نأكد عليها هي الوزن المثالي بيكون أول حاجة بيكون معدل حرق عندها كويس بيكون عندها نسبة الدهون نورمال ده طبعا بيبين مع معادلة بسيطة كده أو جهاز الانباضي ده بيبين إن هي حسب سنها وحسب وزنها وحسب طولها حايت تقصد نسبة الدهون في الغضلات والنسبة الدهون في الجسم الكوليسترول والكلام ده كله آآ في الجسم كلها آآ يعني لقية التوتال كوليسترول ده داخل في قياسات الرياضية طبعا وبيعملك ده ركشة للزي التمرنية صح؟ أكيد طبعا آآ تمام تمام آآ ده بقى أول حاجة للوزن المثالي آآ نسبة المصل زي بتاعيتها بتكون برضو في النورمل لأ نسبة العضلات نعم نسبة العضلات آآ تاني حاجة لو إحنا مثلا في ناس مش بتعرف تعمل الانباضي والناس عادية خالص عايزة تعرف وزنها مثالي أو لا بتقص طولها تمام لو طولها سين مئة وستين أنا طولي مئة وستين وزني ستين تمام بتزيد خمسة كيلو برضو تبقى في المثال أقل من كده لأ أكتر من كده لأ معلش هو الوقت دهمنا ومعلش أنا بستزن مخرج بس في سؤال أخير آآ التاني هو الزومبا عشان أنا جالي خمس ستة أسئلة مش عارفين يعني زومبا ممكن نعرفنهم الزومبا كده في جملة بسيطة يعني آآ آآ هي الزومبا آآ هي آيروبيكس آيروبيكس رقصات كتير زي الهيب هوب والصالصات هدو المعروفين الهندي والشرقي المارينجي الكومبيا كل ده زومبا كل ده زومبا ورجالها ممكن تعمل زومبا آآ طيب عشان بس برضو لازم يقالهم نصيب يعني لا لا أكيد بيعملوا أحسن زومبا كمان والله العزيز آآ تمام تمام ده مفهوم الزومبا ببساطة شهية جدا ببساطة بسيطة الحلقة معاكنا في جميع النحاة أنا أشكركم وتصبح لخير وإلى اللقاء الجمعة القادمة قبل نصف ساعة من ستة لربع كل صلونا طبي مع السلامة